سلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم اليوم سنقدم لكم وصفة رائعة عبارة عن كريم مرطب أيضا يساعد على توريد الشفاه وإعطاء لون رائع سنحضر هذا الكريم لترتيب الشفاه وتوريد الشفاه بمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت فقط بمكونات متوفرة لديك في كل بيت وصفة فعلا جد رائعة وفعالة في توريد وتنعيم الشفاه الشفاه من أهم المناطق التي تعكس اهتمام المرأة بنفسها والعناية ببشرتها كما تعكس الأنوطة الرقيقة والساحرة للمرأة وكثيرا ما تتعرض الشفاه للجفاف نجيزة برود الجو أو تعرضها للماء الساخن كثيرا وعدم العناية بها وبترطيبها ولأنها منطقة رقيقة وحساسة بالمشرة فيجب التعامل معها بكل حرص حتى لا تصاب بالالتهابات في هذه الوصفة سنحتاج إلى مكون أساسي ورئيسي وهو البنجر أو الباربة بالدارجة المغربية أو يسمى أيضا الشمندر نسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة سنقوم بأخذ حبة من البنجر أو الشمندر وسنقوم بغسلها بالماء لإزالة التراب العاليق بالقشر حبة واحدة صغيرة كافية في تحضير هذه الوصفة والرأي في هذه الوصفة أننا يمكن الاحتفاظ بها إلى مدة طويلة البنجر يعطي لون رائع جدا لأشفع سنقوم بتقشير هذه الثمرة وإزالة القشر منها بهذا الشكل كما تلاحظون معي هذه الوصفة تساعد على إزالة التشققات الموجودة في أشفع أيضا تساعد على تنعيم أشفع وإعطاء لمعان لأشفع بعد تقشير هذه الثمرة نقوم ببشرها لكي سنستخلص عصير البنجر يعني سنقوم ببشرها بهذا الشكل كما تلاحظون معي هذه الوصفة ستساعدك على الحصول على مرطب وملمع لشفع بتمن رخيص جدا وبصنع منزلي وبدون أي مواد كيميائية التي تضر ببشرتك يمكنكم بشر تمرت البنجر أو الشمندر بهذا الشكل كما يمكنكم وضعها في الخلاط ومزجها جيدا بعد ذلك سنقوم بأخذ إناء ومصفات وسنقوم بأخذ المبشور البنجر أو الباربة وسنقوم بتصفيته إلى غاية الحصول على عصير البنجر وهو الذي سنستعمل في هذه الوصفة قوموا بالضغط جيدا على هذا الخليط أو هذا المبشور البنجر حتى تحصلوا على عصير البنجر فقط سنحتاج إلى ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من هذا العصير هذه الكيميائية كافية في صنع مرطب لأشفاء لدوم لك مدة طويلة بعد ذلك سنمر إلى برحلة ثانية وسنحتاج إلى الفازلين يمكنكم استعمال الفازلين كما يمكنكم استعمال زبدة الكاكاو كما يمكنكم استعمال زيت جوز الهند يعني لكم ملعق اختيار في شيء الذي تستعمله أنا استعملت هنا الفازلين مع عصير البنجر وبعد ذلك سأضيف القليل من زيت اللوز الحلو يمكنكم إضافة أي زيت مرطب متوفر لديكم إلى هذه الوصفة كما يمكنكم كما قلت الاستغناء على الفازلين واستبداله بزبدة الكاكاو أو بزيت جوز الهند سنقوم بمسجهته المكونات جيدا حتى الحصول على خليط متجانس يجب المسج بالطريقة الموضحة في الفيديو الضغط على الفازلين بهذا الشكل إلى غاية أن يندمج عصير البنجر بكل المكونات كما تلاحظون لونه رائع جدا فعلا هذا الملطب سيجبكم بعد تجربة هذه الوصفة كما تلاحظون يعني يبقى القليل من عصير البنجر نقوم بتصفيته وإزالته ونحتفظ فقط بالفازلين الملون بهذا الشكل بعد ذلك ستقومون بأخذ علبة صغيرة بهذا الشكل من البلاستيك أو من الزجاج لكم الإختيار وسنقوم بملئها بهذا المرطب الذي قمنا بتحضيره بهذا الشكل يمكنكم وضع هذه العلبة في الثلاجة والاحتفاظ بها مدة الاحتفاظ تكون أسبوعين هذه مدة الاحتفاظ ويتم وضع هذا المرطب على الشفاه قبل النوم بشكل ممتظم كما يمكن وضعه في الصباح ويفضل الاستغناء عن وضع ملمع شفاه أو أحمر شفاه حيث يعطي هذا المرطب لشفاه مظهرا جدابا ولمع جميلة لشفاه تلاحظون معي في الفيديو اللون الرائع الذي يعطيه هذا المرطب بعد وضعه على الشفاء فعلا وصفة جد رائعة وجد فعالة في إزالة تشققات الموجودة في الفم أيضا إزالة القشور الموجودة في الفم وأنا متأكدة أن بعد تجربتكم لهذه الوصفة ستعجبكم كثيرا يمكنكم إضافة أي زيوت مرطبة لهذا المزيج لأجل الحصول على ترطيب أكثر للشفاه وأنصحكم باستعمال زيت جوز الهند لأنه من الزيوت المرطبة جدا للفم وستعديكم فعلا نتائج رائعة هذه الوصفة لا تلحق أي أضرار بأشفاء وهي مجربة مني شخصيا ومناسبة لجميع أنواع البشرة أذكركم استعمال أيضا هذه الوصفة في توريد الخدود فعلا نتائجها جد رائعة جربوها وستلاحظون النتيجة ضروري جدا وضع هذا الكريم أو هذا المرطب في الثلاجة للاحتفاظ به مدة طويلة يعني أطول المدة للاحتفاظ تكون أسبوعين فهي مدة الاحتفاظ بهذا المرطب في الثلاجة بعد وضعه في الثلاجة سيصبح قوامه جد متماسك ورائع أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة التي قدمتها لكم اليوم وأتمنى أن تجيبكم هذه الوصفة وأن تجربوها وأن تعطيني أراءكم على هذه الوصفة شكرا على تتبعكم شكرا على وفائكم الدائم للقناة لا تنسوا الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة أن تدعموا قناتنا بلايك لهذا الفيديو أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتوصل بجديد القناة ولا تنسوا نضع فيديوهات بشكل يومي على القناة إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون أنترنت أو زوروا موقعنا على الأنترنت ستجدون الروابط في صندوق الوصف إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر